موسيقى العاشرة تماما بتوقيط العاصمة أسمره إلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء مستهلة نياها كالمعتاد بأهم وبرز العناوين موسيقى الرئيس السياسة فرق يلتقي مختلف المسؤولين الصينيين موسيقى كاسهادية الاستقلال سلمة لإقليم عن سبع موسيقى افتتاح المهرجان العاشر لمؤسسات التعليم العالي في كلية الهندسة والتقانة موسيقى أردوغان يعلن تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية لمدة شهرين موسيقى بهدف تعزيز العلاقات بين هافانا وموسكو رجال أعمال روسيا زورون كوبا موسيقى تحزير من ارتفاع قيرا مسبوق درجات الحرارة خلال العوام المؤمنة موسيقى مرحبا بكم قام فخامة الرئيس السياسة فورقي الذي يزور جمهورية الصين الشعبية بزيارات لمختلف المواقع التنموية الهام اليوم وعقد لقاءات مع المسؤولين ومدراء المؤسسات حول الشراكة والاستثمار وزار الرئيس السياسة فورقي مصنع تقان الحيوية المنتج والمصنع لنبات الفطر وكذلك مؤسسة دونغ فان المتطورة المنتجة للطاقة البديلة الرياحية والشمسية والهايدرولية والطاقة النووية والطاقة المتجددة وقدم له شرحا من القائمين على المؤسسة حول التقان المتسلح بها ووسائل العمل والإنتاج والقدرات واضح رئيس المؤسسات سيد يوب بيجين لدى لقائه الرئيس السياسة فورقي أن إرتريا صديقة وشريكة هامة لما لها من مميزات وموارد وأكد على الاستعداد الموجود للاستثمار في إرتريا مثل الخدمات التي يقدمونها لثمانين الدولة وأشاد الرئيس السياسة فورقي بالتطور الذي بلقوه مؤكدا بما أن تطور المنشود لن يكون دون الطاقة فإن الباب مفتح لمشاركة المؤسسة بالمشهورة والتدريب والاستثمار في برامج التنمية المخاطط لها في إرتريا وقدم الدعوة لذلك وزار فخمة الرئيس السياسة فورقي والوفد المرافق له بعد ذلك لمشروع الدوجيان جيان للتنمية المروية الذي يعتبر جزءا من التراث الثقافي العالمي والذي شهد عام 256 قبل الميلاد وله كفاءة هندسية عالية كما زار الحديقة الوطنية لتربية الباندا وقدم له توضحا حول أساليب الرعاية والحماية للموارد الطبيعية وزار الرئيس السياسة فورقي والوزراء المرافقين له مؤسسة الشودو للاستثمار العاملة في بناء الطرق والجسور والسكك الحديد والمتطورة والناشطة في مشاريع الطاقة المائية ونظم المواصلات والطرق الحديثة على المستوى العالمي وتعمل في مشروع كلولي في إرتريا وقال الرئيس المؤسسة السيد تانج يونغ في المناسبة سننطلق هذه السنة في الاستثمار الأكبر لمشروع كلولي بدعم الحكومة الإرتريا واضحا موضحا بأن هذا الاستثمار يعتبر الاستثمار الملموس الأكبر بين إرتريا والصين ويعمق العلاقات بين البلدين وشكر فخمات الرئيس السياسة فورقي لحسن الاستقبال وقال من المهمة الحديثة عن المشاريع الآنية مذكرا بشدة للإسراع ببناء سكك حديد من مواقع التعدين إلى أقرب ميناء لخدمة التعدين في كلولي والموارد الأخرى في المنطقة وذكر الرئيس السياسة فورقي على أن تكون السكك الحديدية والاتصالات والبنى التحتية للموانئ والطرق بمعايير عالمية تخدم من 60 إلى 80 سنة وقال نحن لن نصدر المواد الخام كما هي بل يجب التصدير بعد التصنيع وزيادة القيمة الإضافية وأكد الرئيس مؤسسة شوداوى استعدادهما التام وبدأ العمل في أقصر وقته انتقل كأس هدية الاستقلال خلال السابع عشر من مايو من أقليم القاشبركة إلى أقليم عن سباب في مراسم استقبال جرت بمنطقة أمبلداي في مدرية أسماط وفي المراسم التي حضرها مسؤول الأقليمين وقادة الجيش وجمع قفير من الجماهير سلم حكم قليم القاشبركة سعادة السفير محمود علي حروي إلى سعادة السفير عبدالله موسى حكم قليم عن سباب بدوره قام حكم عن سباب إضافة حفنة تراب من دفاع حلحال إلى الهدية وسلمها لمدير مدرية أسماط السيد عثمان آدم ليبدأ الكأس جولته داخل أقليم عن سباب وقال حكم قليم القاشبركة السفير محمود علي حروي إن هدية الاستقلال تحمل في طياتها رسالة رزينة وهي الرمز النضال والاستشهاد وأن فعالية الاستقبال الحارة التي يقوم بها الشعب الإرتريت عظيما وتكريما لها خير دليل على ذلك وأشار حكم قليم عن سباب السفير عبدالله موسى إلى هذا العام الذي نحتفل فيه بالذكرى الثانية وثلاثين للاستقلال هو العام الذي فتح الأفق بأوسع أبوابها للخروج إلى بر الأمان وحقق فيها الشعب الإرتري أهدافه السامية وتقدمه الملموس مما يحمل جولة الهدية معنا خاصا وعميقا وقال إن التربة الإرتريا ليست تربة عادية بل هي تربة روية من دم الأبرياء المسال عبر مذابح المستعمر البربرية التي نفذها الكثير من المناطق الإرتريا إضافة إلى دم أربعة أجيال من الشباب الإرتريا الذين دفعوا أقل ما يملكون حتى روحها مالقالية من أجل هذه التربة الطاهرة مشيرا إلى أن تربة إرتريا أقل من المعادن الثمينة كاللؤلؤ والذهب وهي الأمل والحب والوئام والوحدة والتطور والنمو والازدهار والقيم للمواطنين وحفلة المراسم بعروض طلابية مميزة حيث رفرف تعلام وطنية تمثل 62 عاما من عام 1961 وحتى عام 2023 إضافة إلى علم الجبهة الشعبية التي قادت الشعب الإرتري لتحرير البلاد وفلكرور الشعبي قدمه الآباء والأمهات وواصلت الهدية مسيرتها إلى مدرية حل حل مرة بمنطقة جاني خليفة الجبهة الشعبية إبان الكفاح المسلح واستقبلت في حفاوة كبيرة في منطقة أسند افتتح خلال السابع عشر من مايو مهرجان مؤسسات التعليم العالي في كلية الهندسة واتقان بما ينفحي تحت شعار المعرفة عتادنا والتنمية قايتنا وأوضح رئيسة الاتحاد الوطني للشباوة طلبة في أقليم سوا والمؤسسات التعليمية العالية السيدة منصور إسماعيل فيما رسم الافتتاح التي حافلت بحضور كبار المسؤولين في الدولة والجبهة بينهم وزراء في الحكومة أوضحت بأن تنظيم المهرجان في الوقت الذي تحتفل فيه البلاد بعد الاستقلال الثاني والثلاثين له مضمون كبير ومعنى عميق ويهدف المهرجان الذي تستمر فعاليته حتى الحادي والعشرين من مايو إلى خلق مصرح تبادل التجارب والمعارف بين الطلاب وترسخ روحة نفسية تقوي وحدتهم وإتاحات بيئة ملائمة لتعزيز القدرات الاختراعية والنظرة الانتقادية دعية بأن العمل تطويره مسؤولية كافة الجهات وقال عمد كلية الهندسة واتقانة الدكتور كحسين قسي إن فعالية المهرجان الجارية المنظمة بأسلوب تنفسي رياضيا وأكاديميا وأدبيا وقيرها من المنافسات تعتبر مناسبة جليلة لرفق قدرات الطلاب وتقوي الروح الوطنية العالية داعيا ليكون مسرحا لحفظ وحماية القيم الوطنية بدل الاكتفاء بالتجمع والتنفس فقط في الختام افتتح المدير التنفيذي لمؤسسات التعليم العالي والبحث الدكتور حيل محتون عروض الطلاب تشتمل فعاليات المهرجان على حوار شبابي ومنافسات أدبية ورياضية وتعليمية وتنظيم سميرارات وعكسزية القوميات الإرترية التقليدية أعلن مكتب وزارة الصحة في الأقليم الأوسط بأن الحملة الثانية للتطعيم ضد سرطان عنقر حمسة تجري من التاسع والعشرين من مايو وحتى الثاني من يونيو في الأقليم وأوضح المكتب في الاجتماع الذي عقده يومي السادس عشر والسبع عشر من مايو مع شركاء العمل بأن تطعيم الحملة الأولى بلقت نسبة تسعة وتسعين في المئة وقيم الاجتماع شطة وكلاء الصحة في حملة التطعيم الأولى في سبع مدريات وخطة عملهم في الحملة الثانية وأوضح مسؤول برنامج التطعيم الوطني في وزارة الصحة السيد تيدرو سيحدوغو إن تقطية التطعيم في الجولة الأولى بلقت ثلاثة وتسعين في المئة على مستوى البلاد ويجري العمل لرفع النسبة في الجولة الثانية بسد ثقرات الجولة الأولى وتعزيزة دور الشركاء وقال منسق برنامج التطعيم في الأقليم الأوسط السيد جوبرو حري إن التطعيم سيقدم للفتيات من السنة التاسعة وحتى الخامسة عشر بالإضافة للفتيات التي لم يكملنا السنة التاسعة في الجولة الأولى والفتيات التي كنا في السنة الخامسة عشر في الجولة الأولى من جانبها وضحت مسؤولة صحة الأسرة والمجتمع في الأقليم الأوسط السيدة دهاب سولمون وجود برنامج لإجراء الفحوصات الطبية للمرأة من عمر الثلاثين وحتى التاسعة والأربعين إلى جانب التطعيم ضد سرطان عنق الرحم للفتيات من عمر التاسعة وحتى الخامسة عشر ودعى المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في الأقليم الأوسط العقيد قبرها النسولد قرقيس في ختام الاجتماع لتعزيز دور الشركاء وتطعيم المجتمع لنجاح حملة التطعيم سرطان عنق الرحم تجدر الإشارة إلى أن إرتريا حازت على جوائز في المنتديات التي عقدت في فيتنام عام 2009 وارواندا عام 2016 ويوغندا عام 2017 وكينيا 2022 للنجاحات التي حققتها في الإدارة وجودة خدمات التطعيم احتفل الإرتريون المقيمون في ساسكتون الكندية بعيد الاستقلال تحت شعار إنجازات بطولية بصفوف متماسكة واضح رئيس الجالية الإرتريا في المناسبة السيد حروي أبرها أهمية الاحتفال بعيد الاستقلال الذي قدمت من أجله تضحيات كبيرة وقال إن مثل هذه التجمعات الوطنية لها إسهام كبير لتقوية الوحدة والوئام وحب الوطن وتنمية القيمة الوطنية حضر الاحتفال عمدة مدينة الساسكتون السيد شارلي كلارك وعضو برلمان مقاطعة ساسكتون السيد كيفن ويغن وقدمت تهنية للشعب وحكومة إرتريا شهد الاحتفال فعليات تعكس ارتباط الإرتريين بوطنهم وقدم في الختامة شكرا لكل المساهمين لتنظيم وإنجاح الاحتفال بالذكرى الثانية والثلاثين لاستقلال البلاد عقدت إدارة التعليم في مدرية عدقايح اجتماع بحثاء سوبر رفع المشاركة في التعليم خاصة الإناث في مناطق المنحدرات الشرقية في المدرية ووضح مسؤول التعليم في المدرية الأستاذ بين تسفاي في الاجتماع الذي عقد يوم السادس عشر من مايو بمشاركة ممثل ثلاثة عشر مدرية أنت المشاركة في التعليم وخاصة الطالبات تحتاج إلى وعي أولياء الأمور مناديا لوضع حد لزواج الطالبات قبل إكمال التعليم وذكر المعلمون انخفاض نسب المشاركة في التعليم في السنوات الستة الماضية في المراحل التعليمية ثلاثة خاصة الطالبات من جانبها أوضح مسؤول الخدمات الاجتماعية السيد أسفاو التركاي يجب تعزيز المشاركة في التعليم في المدارس التي نشرتها الحكومة في جميع المناطق وحثى مدير مدرية عدقايح السيد هابتايتس فازقي أولياء الأمور لإرسال أبنائهم لتلقى التعليم لتطوير أنفسهم ومساهمتهم لبناء وتعمير محيطهم ووطنهم توجد في المنحضرات الشرقية لمدرية عدقايح تسع مدارس ابتدائية ومدرستين متوسطتين والثنويتين فاصل قثير من سما نعد لمتابعة الأنبع على الصعيد العالمي رجاء أن نبقوا معنا وعلى الصعيد العالمي علن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موائن البحر الأسود لمدة شهرين إضافيين وذلك قبل يوم من انسحاب روسيا المحتمل من الاتفاق بسبب عراقه قالت إنها تقف في طريق صادراتها من الحبوب والأسمدة وقال أردوغان في كلمة له أمام مسؤولين في حزب العدالة والتنمية أن بلاده ستواصل بذل الجهود للاستمرار الاتفاقية خلال المرحلة القادمة باستفاء شروطها كافة متمنيا أن يساعد الاتفاق في تسهيل وصول الحبوب للبلدان المحتاجة وعبر الرئيس التركي عن شكره لنظيرها الروسي فلادمير بوتين على دعمه الصادق لجهود أنقرة في هذه العملية كما عرب أيضا عن شكره للرئيس الأوكراني فلادمير زيلينيسكي على تعاونه البناء من جهاتها عربت كييف عن امتنانها لتركيا والأمم المتحدة بعد تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية لشهرين إضافيين يزور ممثلون عن حوالي خمسين شركة روسية هافانا بحثا عن فرص تجارية واستثمارية في الجزيرة في مؤشر إضافي إلى مساعي التقارب بين موسكو وهافانا وآلفت أحد نواب الرئيس الكوبي ريكاردو كابريساس سأل الصحفيين لدى افتتاح المنتدى الاقتصادي الكوبي الروسي للأعمال المنعقد حتى الجمعة إلى المشاركة الهمة لقطاع الشركات الروسية ما يستجيب لسياسة أرسية بين البلدين وأعلن البلدان في نهاية عام 2022 عزمهما على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما في ظل الإرادة المشتركة في تعميق الحوار السياسي والروابط الاقتصادية والتجارية والمالية وروابط التعاون زكرت الأمم المتحدة الأربعاء أن ثمت احتمال بنسبة 98% أن تكون واحدة على الأقال من السنوات الخمسة المقبلة بل وفترة الخمس سنوات بأكملها الأكثر دفئا على الإطلاق وحزر الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتري طالاس من أن الفترة الممتدة من عام 2023 حتى 2027 ستكون بشكل شبه مؤكد أكثر فترة حارة يشهدها كوكب الأرض على الإطلاق في ظل تأشثير المشترك لقازات الدفئة المناخية التي تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة كذلك نبهت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلا أن الحرارة العالمية ستتجاوز قريبا الهدف الأكثر طموحا لاتفاق باريس حول المناخ أما احتمال أن يتجاوز المتوسط العالمي السنوي لحرارة سطح الأرض بـ 1.5 درجة مئوية المستوى المسجل ما قبل الثورة الصناعية خلال واحدة على الأقال من السنوات الخمسة المقبلة فنسبته 66% بحسب المنظمة لقي تسعة أشخاص على الأقل مصرعحين في منطقة إيميليا رومانيا بشمال إيطاليا حيث تسببت الأمطار القزيرة بفيضانات قمرت أحياء وأراضي زراعية بأكملها وتسببت الأمطار القزيرة التي انهمرت على السهول في المنطقة على مدار يومين في فيضان نحو 20 نهرا ما أدى إلى قمر مساحات شاسعة من الأراضي بالمياه وإجلاء الآلاف من السكان وأكدت السلطات الأقليمية مقتل تسعة أشخاص معظمهم في منطقة سيفورلي وتيسيانا وتأثرت آلاف المزارع في المنطقة الزراعية الخصبة لكن وزير الزراعة فرانشيسكو لولوبيجيدا قال إن المياه يجب أن تنحسر قبل أن تتمكن الحكومة من تحديد الأضرار في الختام إليكم تذكيرا بأهم ما جاء في هذه النشرة الرئيس سياسة فورقي يلتغي مختلف المسؤولين الصينيين كأس هدية الاستغلال سلمة ليقلم عن سبح افتتاح المهرجان العاشر لمؤسسات التعليم العالي في كلية الهندسة والتقانة أردوغان يعلن تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية لمدة شهرين بهدف تعزيز العلاقات بين هابانا ومسكو رجال أعمال روسيا زورون كوبا تحزير من ارتفاع قهر مسبوخ درجات الحرارة خلال الأعوام المقبلة انتهت النشرة قدمتها لكم حنان عمر جيلاني من تلفزيون دولة إيرتريا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة